السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد من اسلوب حياتي. صباح الخير والفل والورد على عيونكم يا رب. ونهاركم سعيد ان شاء الله. فيديو النهاردة هيكون فيديو روتين. ايام الامتحانات والمذاكرة. وفي ناس بدأت امتحانات وفي لسه المهم الولاد ده يعني بيذكروا بقى الايام دي. والجو برد وروتيننا في البرد وكل حاجة. ربنا يا عينا ويقوينا جميعا يا رب اللهم امين. اه زي ما احنا شايفين كده انا حضرت الفطار. ما عملتش حاجة يعني معينة. عملت شاي بحليب ودي كروسان كده بشوكولاتة جاهزة. اه ما عملتش حاجة الحقيقة. اه هفطر كده دلوقتي. اه ونبدأ بقى يومنا مع بعض. ونهاركم سعيد. وبعد ما افطرت نزلت كده. جبت حاجات بسيطة كده من السوق. من المحلات يعني اللي جنبي ما بعيدتش. حاجات بسيطة كده يعني تكملة للحاجة اللي عندي في البيت. اه جبت خضار جبت مثلا البطاطس. البطاطس جميل قوي. شكله حلو. يا رب اتلع حلو. عشان الايام دي في بطاطس بتبقى محلونا برضو. اه دي شكلها حلو كده وفاتح. اه الكيلو ونص بعشرة. وجبت كمان جزر. برضو ما شاء الله شكله جميل وطازة كده. الكيلو بخمسة. جبت كيلو برضو. واجبت نص كيلو كوسة. برضو طازة وجميلة. هيا نص كيلو بستة جنيه. كيلو منها يعني باتناشر. واجبت برضو خيار. اه جبت برضو نص كيلو. اه كيلو بخمسة. جبت نص بكين ونص. واجبت بيد. تكملة كده للبيد اللي عندي في التلاجة. واجبت برضو حليب. وجبت نص كيلو لامون. اللامون بقى اللي خلصان. بجيب نص. ما كترش يعني عن نص لان ساعات بيجوز في التلاجة لو قاعد فترة طويلة. النص كيلو بخمسة جنيه. اللامون اللي ايام دي سبعا جميل. ببقى حلوة في الشتاء. وجبت نص كيلو عدس اصفر. ان شاء الله بقى في الغداء النهاردة فتت عدس. بقى ليه كتير او ما عملتاش او ما عملتاش خالص. اه من بداية الشتاء. اه جبت نص كيلو. ونص كيلو كمان عدس بجبة اللي هو بتاع الكوشل. واي بكليات تكون عندكم مسلا وهيتبقى منها حاجة او هتقعد معاك فترة طويلة. بشيلها على طول في الفريزر ما بجرلهاش اي حاجة. عشان ما نخلهاش برا يعني في المطبخ فترة طويلة. وجبت كورنفليكس آآ علب كده من الصغيرة دي. وجبت كمان نعناع. لقيت نعناع. النعناع طبعا بيبقى الليل او في الشتاء. بس لقيت يعني جبت التلات حزم كده باتنين جنيه. جميل وطازة. ريحته حلوة برضو بس مش زي بتاع السيف بصراحة. بتاع السيف بيبقى ريحته فايحة كده وجميلة او. وجبت الخضرة المشكلة دي. حزمة من كل نوع شابت وبقدينوس كسبرة. وجبت كده من محل المنظفات حاجات بسيطة. يعني اللي كانت نقصاني ومحتاجها. شامبو ومعجون سنان. وبكر المناديل بتاعتي المطبخ. دي الحاجة اللي كنت محتاجها بس. بس اشيل الحاجة دي بقى في اماكنها ونكمل يومنا مع بعض. وعايزة اجاوبكوا على المناديل دي بجي لاسئلة كتير قوي عليها. اه فعايزة كده يعني اجاوبكوا بالتفصيل او اقول لكل البنات بقى اللي بتسأل عليهم. هووريكوا الاشكال مثلا اللي انا مشتريها وجايبها. اه دي كده منازل طبعا بتصديها استخدامات كتير قوي ممكن على الصفرة ممكن في عياد الميلاد. اه يعني في اي حاجة زي ما بتشوفوني ساعات بقى اخطها كده على الصينية وانا بفتر. يعني بتستعمل بحاجات كتير في بنات كتير دايما بيسألوني. بجيبها منين وآآ وكام وكده. فانا دول موجودين في في السوبر ماركت في قسم اعياد الميلاد. اي السوبر ماركت كده بتدخلوه بتلاقوه قسم الاعياد الميلاد بيبقى فيها المناديل دي والاطباق اللي هي الكارتون اللي عليها رسومات الشموع كل بقى دي كورات الاعياد الميلاد. فبيبقى متوفر فيهم المناديل دي. او في محلات اللي هي اخر العنقود اللي هي منتشرة بيبقى اسمها اخر العنقود دا. اللي بيتبيع برضو يعني حاجات كده بيتبيع حاجات مختلفة كده زي زي البوتيكات يعني والحاجات دي. بتبيع مكياجات وبتبيع كل حاجة. فبردو في قسم الاعياد الميلاد في محلات اخر العنقود دي. بتدخلي برضو بتشوف الجزء اللي مخصصينه للمستلزمات اعياد الميلاد. برضو فيه اطباق وشفطات ومنديل برضو كده بس فيه بقى بيبقى اشكال كتير مختلفة. ساعات بيبقى المنديل ابيض وفي رسمة كده على الحرف بس صغيرة. وساعات يعني بقى بيبقى المنديل مختلفة. فانا دول جايباها من السوبر ماركت. عايز او ريكو شكل المنديل او حجمه مسلا عشان تبقوا عارفين. لان فيه انواع بتبقى الحجم صغير عنده. وخفيف عنده. بصوا ده يعني حجمه حلو يعني. عامل زي فوتوة الصفرة يعني ممكن لو ما عندكش مفارش للصفرة يتحط كده مسلا على ترابسة الصفرة وعليه الطبق وعليه ادوات المائدة للشوكة السكينة. بيبقى شكله جميل قوي. او ممكن تحطيه على الطبق باي شكل تشكله مسلا مربع مسلس. او اي شكل كأنه فيه صفرة بالزبط. يعني ليه استخدامات كتير. وحجمه حلو ومتين ده وحلو. اه زي ما بقى لكم بقى فيه انواع بتبقى خف وجودتها يعني مش حلوة. فعلى حسب النوع وعلى حسب عدد كمان المنادير اللي في الكيس. يعني الكيس ده بيبقى في كتير بس بصراحة مش فاكرة كامل ولا فاكرة سعره برضو بصراحة لان جايباهم بقى لي كتير. فلاقيت يعني يوم ما جبت جبتهم كلهم مع بعض. لقيت الالوان مختلفة فجبت من كل نوع كيس كده. من كل شكل كيس. من كل شكل كيس. وده قلوب وده قلوب بس بشكل تاني. اه بس يعني قلت اوريه لكم يعني بالتفصيل ووريكم حجمه. وقول لكم بيتباع فين وسعره ما بيبقاش غالي قوي يعني. وممكن آآ النوعية دي تكون اغلى مسلا من نوعية الاخفة لو لقيتها في اخر العنقود. بتكون اخفة او اصغر كمان المنديل. فممكن يكون ارخص. آآ يعني هتلاقوهم زي ما قلت لكم. لفي المحلات العادية دي لقي ما في السوبر ماركت. ودلوقتي بقى هبدأ اعمل في العدسة. هسيبه كده يستوي عشان بيحتاج يبرد. وبالما خلص حاجة وارجع له تاني. آآ انا اخدت نص كمية العدسة اللي اشتريتها. ماخدتاش كلها. الحقيقة نصها يعني حوالي ربع كيلو. لان هو بيزود بقى خضار ومية وحاجات فالكمية بتزيد ما شاء الله. آآ طبعا بعد ما غسلته وصفيته. حطيته في الحلة وحطيت له كمية كده محترمة من المية. وجزرية كبيرة متأشرة متقطعة قطع مكعبات يعني وبطاطسة متوسطة مكعبات. وطمط متين آآ بتقطعين آآ اربعة اربع. وبصلاية كبيرة برضو اربعة اربع وآآ تلات اربع فصوصتهم كده صحيحة. وبعد كده فتحت النار عليه بقى وغطيته لغاية ما يغلي. آآ ولما بيغلي كده لو في اي رغوة كده بتتكون على السطح ببشيلها واتخلص منها. وبعد كده بهدي النار عليه واغطيه واسيبه بقى استوي. لغاية ما الخضار بلاقيه استوي الجزر والبطاطس كده بلاقيهم استوي. بيبقى كده جاهز معايا العاد سبطت. وهنا خلصت انضيف كده وزبطت الدنيا. اه بالشكل ده فاضل لي كده التلمعات والآآ وانها كنص الارض يعني بالمكنسة بس. آآ النهاردة الجاو برد جدا جدا. وطول الليل مبارح المطر عملت مطر. آآ والنهاردة بقى الصبح آآ يعني لما خلصت الغسالة الغسيل كنت حطى قولها نشرت الغسيل. بعد ما سكت كده مطرت عليه ففرشت مجمع على الغسيل. وآآ مش عارفة بقى هينشف امتى ويبقى مصيره ايه لو اني حطيت دورة كمان برضو آآ في الغسالة فبيبقى صعبة او الغسيل في الشتا مش هينشف بقى بالسهولة. آآ المهم بالرغم طبعا من البرد الجاو برد النهاردة والشمس غايبة خالص ما طلعتش النهاردة. بس لازم نفتح برضو الشبابيك زي ما احنا ملاحظين. ونهوي الدنيا في كل الغرف يعني اي قدر بيجي ننطفها طبعا بنفتح. مهما كان الجاو بردعه بل ما تنطف كده وتغير الهواء بتاعها مكان النوم وكده وتجدد الهواء الهواء بتاعها. آآ بعد كده تبيتقفلي. وآآ وكمان ايه عايز اقولوكو على ايه? آآ بيجي لي سؤال على تلميع الشاشة. آآ بلمعها ازاي وكده? عايز اوريكو بقى بس بيكون معايا الكحول ده. الكحول ده يعني متوفر في الصيدليات وموجود يعني ورخيص مش غالي. والنفروض يبقى متوفر عندنا كلنا يعني الآية الظروف. آآ بيكون سائل كده شفاف. وآآ وبيعود معانا يعني فترة طويلة. ده بستخدمه في تلميع الشاشة. آآ بس مش على طول. يعني هقولوكو بستخدمه كل قدئة. الاول كده بنجيب الفوطة نضيفة وبنرش على الفوطة نفسها. مش على ده. يعني مش على الشاشة. اهي الشاشة معانا. بنرش على الفوطة كده. وابنلمع بقى الشاشة كواس جدا كده. يا طبعا نسبة بسيطة جدا. حتى بتجف يعني على طول مش محتاجة. وبرضو ناخد طرف الفوطة الناشف كده ونلمع اكتر. هي لمعت كده بقت زي الفل مش عارفها واضحة بقى معك ولا لأ. والموضوع ده ما يعني ما بلما عاش بالكحول كده يوميا او حاجة. يعني كل ما تلاقيها كده متسخة او فيها بقع او بصمات او حاجة من اطفال او حاجة. لو ان يعني طبعا لو عندك اطفال صغيرين ما بنصحش انها تكون واضحة كده. مفروض تتعلق يعني على الحيطة في العالي. اه ممكن كمان اه بالجيلانس بتاع او ملمع الزجاج يعني اي نوع. وفوطة برضو بنرش على الفوطة نفسها وبنلمع الشاشة. وبرضو لما بنخلص تلمع الشاشة من الظهر برضو بنرش وننضف ضهر الشاشة من وراء برضو ما نسيبوش لانه بيبقى عليقة طيبة. وكمان عايز اقول لك مش كل يوم هنعمل الموضوع ده سواء الكحول او 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 منظف الزجاج. الكحول ده بينفع مع شاشات التلفزيون ومع شاشات الكمبيوتر ومع الموبايلات كمان. بس اهم حاجة ما بنبخش على الشاشة مباشرة. بنبخها على منديل او فوطة نظيفة ونلمع. وبس يعني لو انت مش مش متسخة او مفيش بقع او اي حاجة مجرد الرشة دي كده يوميا ننضف بس نطير كده التراب يوميا بالريشة او بفوطة ننضف كده بس ونطير التراب اه مع الترويق اليومي مش شرط كل يوم يعني ان نبخلها منظف او او كحول او الحاجات دي لان ساعتنا بتبقاش مبقى اعلى فيها اي حاجة. مجرد الاتريبة بس كده نطيرها وخلاص عشان برضو نحفز عليها وعلى امرأة الافتراضي. مش كل يوم يعني المنظفات دي بنستخدمها. بنستخدمها. ده خلصت كل حاجة الحمد لله. وهدخل بقى عالمطبخ دلوقت. اكمل الغداء. ونشوف بقى العدس بتاعنا هو السوى على فكرة ما باخدش يعني وقت في السوى. وانا بشتغل كده كنت متابعاة ولما استوقفلت عليه وسيبقى يبرط كده ويهدى. آآ لغاية آآ ما ما فضله بقى واروح له تاني وهدخل الوقت للمطبخ بقى اكمله. هندرابه طبعا في الخلاط ونكمل. وده العدس كده بعد ما سبته برد تماما علشان هدربه في شفشة الخلاط. آآ او ممكن بالهند بلندر بقى اليدوي لو عندك يتدرب في الحلة كده زي ما هو. بس انا هضربه في في الخلاط وبعد كده كمان هصفيه. عشان لو اي شوائب او آآ اشرك كده من الطماطم او اي حاجة آآ ينزل ناعم كده وصافي معنا. ولونه بيكون جميل طبعا من الجزر والطماطم والخضر اللي ضفناه له. بعد ما بصفيه بقى بحطه في الحلة تاني اللي سلقته فيها. وبفتح عليه النار عشان يغلي. وهو كده قوامه طبعا آآ يعني يتقيل. او سميك بزود له بقى شوية مية بنزود المية كده يعني لغاية ما نلاقي قوامه مناسب كده وحل وكده معقول. هضيف له بقى دلوقتي التوابل لان زي ما لاحزنا هو بستوي ما ضفناش اي توابل ولا ملح ولا حاجة. ما ضف له ملح وكمون مطحون وشوية من الشطة. آآ بس هي دي التوابل يعني ما ضفلوش اكتر من كده. ويه بس يبه بقى لغاية ما يغلي وبعد كده بتكون جاهز العدس معنا. طبعا ممكن يتقدم في المرحلة دي بيكون شربة عدس بس انا هعمله بقى زي ما قلتلكم فتت عدس. آآ وكمان آآ حمصت عيش هنا في الفرن لانه بتعمل طبعا بالعيش الناشف او العيش المحمص. فتحت كده الرغيف على جزئين وحطيته في الفرن تحمص بالشكل ده. آآ بنكسر بقى العيش زي ما احنا عايزين يعني الكمية. وبنسقيه بقى بشربة العدس اللي حضرناها وطبعا بنزبط الملح وندقها. ونضيف بقى الملح او اي توابل تاني بقى بتفضلوها يعني براحيتكم كل واحد اللي طريقته. بس انا يعني حبيت اواريكم طريقتي. آآ وبنضيف بقى شربة العدس على العيش ونسيبه كده يتشرب منها شوية. بعد كده بحضر بقى الطاشة بتكون عبارة عن آآ توم بتقطع شرايح كده. بقى حمره في معلقة سامنة بلدي او معلقة زبدة. علشان نضيفه بقى على فاتة العدس. بتقطع شرايح كده بالشكل ده شرايح رقيقة. بنخليه كده لونه يبقى دهبي مش غامق قوي. وبعد كده بنحطه بقى على فاتة العدس وريحته بقى روعة. وبنقدم بقى فاتة العدس بتاعتنا مع اي حاجة مع مخللات مع بصل اخضر مع طماطم مخللة يعني بتليق معها اي حاجة. بتبقى جميلة طبعا ووجبة لزيزة ووجبة نباتية مفاش لحوم ومغزية وفيها خضار وبكليات وكل حاجة واحلى اكلة في الشتة دي. ويتفضلوا معانا وهنتغدى بقى وبعدين نكمل يومنا مع بعض. وبعد ما تغدينا والحمد لله غسلت الموعين بقى بتاعت الغداء وسايبها تتصفى. هجففها دلوقتي بقى وشيلها في اماكنها وكمان هنضف البتاجاز كده تنضيفة يعني بسرعة على السريع كده هو مش محتاج ان اشيل العيون ولا نضف العيون ولا الحملات. اه زي ما اتفقنا قبل كده كتير يعني اليوم اللي ما ببقاش اه هاخسل بقى الحملات او العيون لسه نضيفها بدي له بقى تلميع بسيطة كده عليه مكان الرد ده وبقعة كده بسيطة مكان العدس. يعني هو الغداء ما كانش حاجات كتير بقى ولا حلل كتير النهاردة ولا حاجة. فالبتاجاز يعني ما توسخش قوي هليمي بس الرد ده وبعد كده نضفه باللي هو المنظف المتعدد الاستعمالات اللي حضرنا مع بعض قبل كده في البخاخ. آآ ببخ كده عليه كام رشة كده وبفوتة نشفة وبلمعه بينضفوا بيبقى زي الفل ولا محتاج بقى زبونشة ولا ولا مسحوق تنظيف ولا مسحوق آآ يعني ولا صابون ولا اي حاجة من المنظفات دي. وكانت الخلطة دي طبعا عملها في فيديو معاكو قبل كده مع خلطات كتير لتنظيف وتعطير البيت. آآ اللي هو المتعدد الاستعمالات ده كان آآ كباية مية وآآ ونص كباية خل ومعلاقة كبيرة من اي منظف سائل سواء جنرال او صابون اللي بنستخدمه السائل بتاع الموعين. وبنقلب بقى المكونات دي مع بعض في البخاخة وبيبقى منظف جميل جدا بلمع بالبوتجاز وبلمع بحاجات كتير اوي زي ما بتشوفوني باستخدمه دايما. وكل ما الخلطة تخلص بعمل غيرها. وبفوتة ناشفة كده وبلمع. زي ما احنا ملاحظين السطح بيلمع ويبقى زي الفل. آآ طالما زي ما قلنا مش اخسر العيون ولا حاجة. وبس بينضف يعني في سواني بدال ما سيبه يتراكم عليه بقى بعد كده بقع او او دهون تاني او اي حاجة. والحملات كمان بروح من الضفاة كده بفوتة يعني مبلولة بقى مسحة كده مسحة بسيطة برضو ولا غسلتها بصابون ولا اي حاجة عشان مش محتاجة زي ما بقولك. آآ بعد كده دلوقتي بقى الولاد طبعا بيذكروا وهم آآ يعني بينزلوا يروحوا مراجعات ودروس وحاجات وناموا شوية كده بعد الضهر وبعد كده سيح يتغدوا وبيذكروا بقى فعايز اعمل لهم عصير كده هما بيذكروا آآ هعمل عصير موز وتفاح او موز بالتفاح بالحليب آآ معايا كده الموز وتفاحة متأشرة ومتقطعة مكعبات صغيرة ومعايا حليب وحليب مكسف محلة ده للتحلية ولو مش متوفر طبعا الحليب المكسف المحلة ممكن تحلل عصير ده سواء بالعسل النحل او بالسكر يعني زي ما تحبي بقى او الحاجة المتوفرة عندك والتفاح هنا مع الموز بيدي طعم جميل جدا مع الحليب بقى او مع الحليب المكسف المحلة بيبقى عصير لزيز جدا وهيحبوه ان شاء الله ولادك جربوه جربيه كده وهيعجبهم ان شاء الله آآ وحطت بقى كل المكونات زي ما احنا شايفين الموز والتفاح والحليب السايل والحليب المكسف المحلة وهصب لهم بقى في المكجات دي عجبوهم يعني اللي كنت مشترياهم من رانين ووردتهم لكم في المشتريات في فيديو روتيني اللي فات تقريبا المكجات دي بتاعت العصير طبعا آآ كانت من رانين وكانت تقريبا الواحد بخمسة وعشرين جنيه او ستة وعشرين يعني مش فاكرة في الحدود دي وحطتوا بقى وحطت لهم الشاليمو بيبقوا جايين مع المكجات دي وهقدمها لهم دلوقتي بقى هما بيذكروا حاجة كده يعني يتغذيهم وتسليهم في نفس الوقت عشان يتشجعوا على المذاكرة وبالنسبة لي انا بقى بعد ما غيرت هدومي طبعا بتاعت شغل طول اليوم وهقعد بقى ارتاح كده وخلصت اللي ورايا هعمل كوباية شاي بالنعناع الاخضر اللي جبتوا النهاردة بتكون جميلة قوي وبنات كتير سألوني على البرات ده حراري وبستحمل النار ولا لأ هو بستحمل النار اسمه برات برسلين حراري بحط فيه المياع عادي وبتغلي كده عن النار ما بجرلوش حاجة يعني آآ اسمه برات ده برسلين حراري وبصراحة يعني انا مش فاكرة كنت جايبة منين ولا بكام لان عندي بقى له اكتر من سنتين فمش فاكرة بصراحة سعره ولا اي حاجة يعني هو ممكن تلاقوه في محلات الادوات المنزلية اللي بتبيع الصيني والحاجات دي وادوات المائدة تسألوا عنه آآ البرات البرسليني الحراري هتلاقوه يعني متوفر ان شاء الله وحضرت بقى فنجان الشاي بتاعي حطيت الشاي والسكر ونعناع الاخضر طبعا وبصب عليها بقى المايا المغلية وعايز اقول لكم حاجة لو هتاكلوا اي حاجة كده تسالي مع الشاي او العصير تحطوا كميات بسيطة جدا في اطباق صغيرة زي اللي احنا شايفينها دي بسوا اطباق صغيرة جدا وكميات بسيطة تحطوها علشان وانتو كده بتاكلوا اي حاجة آآ تبقوا محددين الكمية اللي هتاكلوها سواء تسالي مكسرات لب سوداني الحاجات دي مش تجيبوا مسلا كمية الكيس اللب بحال ولا كيس السوداني وتقعدوا تاكلوا فيه هتلاقي يعني نفسك ما حسيتش بالكمية اللي كلتيها وكلت كمية كبيرة جدا آآ كده بنحدد الكيميات اللي بناكلها تكون صغيرة من البداية وبعدين ناكل بالراحة كده على مهلينا ما نستعجلش خالص ناكل بالراحة كده على مهلينا واحنا بنشرب الحاجة اللي بنشربها آآ لان آآ او يعني قبل ما نخلص شرب الحاجة ديت نكون كلنا بقى كمية بسيطة ما ناكلش كمان الكمية اللي حطينا كلها وبكده نقلل يعني الاكل اللي هيتاكل على الفاضي وملوش لازمة آآ وبكده يكون فيديو النهاردة انتهى وبتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا به واستفدتوا منه وربنا قوي كل الامهات كده ويعينهم يا رب واقوي بولادنا على المذاكرة ويوفقهم في الامتحانات ويفرحنا بنجاحهم جميعا يا رب اللهم امين ونتقابل على خير بازن الله فيديو جديد وعالف السلامة.